امه امه لقد اقبلوا بني هاشم بجنازة الحسن ليدفنوه كرب النبي هيتهب واخبر مروانا وبني امية ليلحقوا بيه حتى نمنع بني هاشم من دفن الحسن بكرب النبي نحبنكم عن بيتي فانه لا يدفن فيه شيء ولا يهتك على رسول الله حجابه قديما هتكت انت وابوك حجاب رسول الله وادخلتي على بيته من لا يحب رسول الله قربه وان الله سائلك عن ذلك يا عائشة ان اخي الحسن امرني ان اقربه دار ابيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحدث به عهده واعلمي ان اخي الحسن اعلم الناس بالله ورسوله واعلم بتأويل كتابه من ان يهتك على رسول الله سترة وقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم ولقد ادخلت انت وابوك الرجال على بيت رسول الله بغير اذنه وقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولعمري لقد ادخل ابوك وفاروكه الاذى على قلب رسول الله وما رعيا من حقه ما امره ما به الله على لسان رسوله ان الله حرم على المؤمنين امواتا ما حرم منهم احياء وطالله يا عائشة لو علمتي ان هذا الذي كرهتيه من دفن اخي الحسن قرب ابيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جائزا فيما بيننا وبين الله لعلمتي انه سيدفن وان كان رغم معتصك يا عائشة يوم على بغل ويوم على جمل فوالله فوالله لا تملكين نفسك ولا تملكين الارض عداوة لبني هاشم يا ابن الحلفية هؤلاء الفواطم يتكلمون فما كلامه وانا تبعدين محمدا عن الفواطم فوالله لقد ولدته ثلاث فواطم فاطمة بنت حزام المخزوم وفاطمة بنت اسد وفاطمة بنت زائدة الله الله يا بني هاشم لا تدفنوا في بيتي من لا احب نحن لكم اذهبوا به انكم قوموا نخصمون هيا اشقوا الجنازة بالسهام يا بني هاشم يا بني هاشم الله الله في وصية اخي الحسن فلا تضيعوها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة